بدل أن ياتوا لإشعال الشموع في كنيسة القيامة فقد جاءت الشموع لبيوتهم كشافة الكاثوليك تزور الأهالي لتنير الشموع خاصة لكبار السن الذين منذ طفولتهم كانوا يحتشدون في كنيسة القيامة الكشافة توزع في أطراف البلدة القديمة عم نوزع الفرحة والسر القيامة للبيوت المسيحية بظروف الوضع اللي احنا فيه اللي هو فيروس الكورونا عشان ننشر البشارة تجديد قيامة المسيح من القبر وردود الأفعال بالنسبة للناس جدا حلوة الناس كتير بتأدر هذا الاشي مبسوطين الأسواق مغلقة لا تجار ولا حجاج أما قلب العالم المسيحي كنيسة القيامة التي بنيت قبل 16 قرن لم ترى مغلقة في عيد القيامة أبدا نحن هنا في ساحة كنيسة القيامة هنا كان من المفترض أن يكون المئات من الحجاج المسيحيين باب الكنيسة كان من المفترض أن يكون عليه الحواجز لمنع تضفق الحجاج إلى داخل الكنيسة وهناك في الخارج الآلاف الذين يحاولون الوصول إلى هذه الساحة ولكن في زمن الكورونا يبدو بأن الأعياد المسيحية سوف تكون هناك في داخل المنازل وليس في الكنائس الرهبان التزموا الأديرة إلا القليل منهم صاروا في طريق الآلام وتوقفوا عند المراحل لتأدية الصلوات النشطاء وزعوا النخيل على الأهالي وكلما مر عليهم شرطي إما حرر لهم مخالفة أو طلب منهم مغادرة الطرقات اليوم عنا يوم حزن باعتبار لأن حزن على الوضع الليحنا فيه مع أنه سبت النور روحانيا هو يوم فرح هو انبطاق النور بعد الصلب وبعد التعذيب والعذاب فإحنا اليوم تقريباً شوارع خالية من المرة في يوم زي هذا بالعادة بتكون السواح والحجاج والناس بتحضر لسبت النور هذه صور عيد الفصح من العام الماضي حيث عشرات الآلاف وصلوا للقدس ومنها حملوا الشعلة لأوروبا وأفريقيا وأمريكا أما هذا العام فالمدينة مغلقة وموسدة ومعها باب الكنيسة حتى إشعار آخر أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر